خلال العقود الماضية صدروا لينا صورة مغلوطة تزعم أن إسرائيل تعتبر بمثابة واحدة الديمقراطية في قلب منطقة الشرق الأوسط التي يقودها مجموعة من الدكتاتوريين صدروا لينا قوة الجيش الإسرائيلي نتاب كل ذلك اتفضح الكيان الإسرائيلي وجئنا منذ ساعات قليلة بفيديو ده نموذج واحد فقط من ضمن مئات النمازج اللي احنا طرحناها في حلقات سابقة نكشف بيها إسطار عما يدور في كواليس الكيان الإسرائيلي المحتل فيديو كشف إسطار عن أجذوبة الكيان الإسرائيلي وأجذوبة الديمقراطية المزعومة جوه الكيان الإسرائيلي المحتل في نفس التوقيت اللي احنا فجئنا بتصريحات خطيرة جدا لرئيس أيرلندا بيكشف فيها إسطار إزاي أن إسرائيل بتتجسس على كل قيادات العالم بلا استثناء في نفس التوقيت اللي شهد العالم انتفاضة غير عادية تدق أجراس الخطر أن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص والعالم على وجه العموم على وشك الإشتعال حقائق صادمة معلومات تسبب صدمة أكثر هنتوقف عندها خلال الحلقة ديات لكن قبلها شير لايك للفيديو ده وكمانتك الجميل واللي ما اشتركش في قناة مصر بسرعة يضغط على كلمة اشتراك يضغط على زر الجرس يختار أمر الكل ثم بسرعة يشرفنا مع كل الأصدقاء والمتابعين أنا أحمد عبدالعيدي وأنت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم فيديو الفيديو ده تم نشره عبر وسائل الإعلام الدولية الفيديو بيكشف الصطار عن حالة الخلل اللي موجودة جوه الكيان الإسرائيلي حالة التناقضات اللي موجودة في الداخل الإسرائيلي والتناقضات عكس كل المعلومات اللي حاولوا يصدرها لنا خلال عقود سابقة واحدة الديمقراطية إحنا المكان الوحيد الذي يمارس الديمقراطية على أفضل وأخطر ما يكون فجينا بأن الفيديو ده بيفضح المسكوت عنه المقطع هتشوفوه حضراتكم دلوقتي المقطع ده بيظهر أفراد من الشرطة بيوجهوا الضربات العنيفة جدا بالهراوات وركلات لمحتجين من طائفة الحرديم وهو ما استقود طائفة يهودية تعتبر أن هي الأقل هجوما على الشعب الفلسطيني واللي بتؤيد حق الشعب الفلسطيني عشان كده هم طائفة أو مجموعة مكروهة جدا جدا جوه الكيان الإسرائيلي طائفة الحرديم وهو ما استدعى ردا رسميا من السلطات بعد ما اتفضحوا في ضيحة بجلاجل وكل وسائل الإعلام الدولية كشفت السطرة عن أجزوبة الوضع الديمقراطي جوه الكيان الإسرائيلي مؤسسات إسرائيل انتفضت طبعا كانوا بيتظاهروا وبيحتجوا خارج مركز المركز ده كان بيعقد فيه مؤتمر حول دمج اليهود الحرديم في سوق العمل وفي اللقطات كان فيه أحد ضباط الشرطة وهو يقول هناك موافقة صابت شرطة إسرائيل بيعتدي على أفراد الطيفة دية الي كانوا بيحتجوا خارج المركز ده الي بيعقد فيه هذا المؤتمر هناك موافقة موافقة على ايه؟ على ان احنا نضربهم الله مش انتوا كنتوا بتهاجموا دول المنطقة العربية ودول في منطقة الشرق الأوسط بزعم ان الدول دية الشرطة بتاعتها بتعتدي على المتظاهرين مش انتوا كنتوا بتهاجموا الدول العربية بزعم ان الدول العربية ديت ما بتحفزش على حرية الرأي والتعبير اما الان اللي حصل وهناك موافقة بناء على ايه اساس طبعا كان ضبط الشرطة ده بيقول هناك موافقة قبل ان تبدأ موجة الضرب الشديد على المحتجين وافاد موقع والاء الاخبار الاسرائيلي انه قبل تدخل الشرطة حاول المتظاهرون ان هم يكسروا ابواب المركز وبسقوا على النساء يعني تففوا الشهم وهتفوا بعبارات مثل الموت للجيش الاسرائيلي طبعا قال مفوض الشرطة الاسرائيلية داني ليفي ان الشرطة بتأخذ على محمل الجد الحادث الذي حدث في بيت شمس اللي بيتعارض مع القيم بتاعتها بص يا جماعة اللي حصل ده اساسا بيتعارض مع القيم بتاعتنا بطريقة غير عادية واحنا حرصين كل الحرص على حريط الرأي والتعبير ودي غلطة وحت امك تابعيني في عينك كده فامارت ان كل الذين تظاهروا حول عملية السيوف الحادثية اللي مغتضاها قوات الاحتلال الاسرائيلي اجتحت قطاع غزة كل الذين احتجوا حتى على منصات التواصل الاجتماعي يا مؤمن تم اعتقالهم واتخدوا اخذ عزيز مقتدر تقول ديمقراطية وتقول قصدية غلطة واحنا واخدين التحقيق على محمل الجد يبقى توزي فيك تي او زد مفاوض الشرطة الاسرائيلية قال انا امرت باجراء تحقيق فوري في مبلابسات هذا الحادث بما في ذلك سلوك القيادة وضباط الشرطة الذين اشاركوا في الحادث يعني معنى ذلك ان المسألة مش مجرد مجموعة من ضباط الشرطة لمؤاخذة وباس لقيادات الشرطة كمان علما بان زبط الشرطة قالك ايه هناك موافقة اضرب يا جادع وضربوا واعلنت الشرطة ان الضباط الذين شوهدوا وهم يهاجمون الحرديم تم ايقافهم عن اداء مهمهم العملياتية مرة تانية تز تي او زد وقفوا لو ما كانش الفيديو ده ظهر اساسا ما كانش عمل ده كله وهم يضحوا بمجموعة من الضباط في سبيل انه هم يحفظوا على شكلهم لكن شكلهم اتهارش انا قبل ما انتقل الى نقطة اخرى انا عاوز افرج حضراتكم على الفيديو ده عشان تتفرجوا على اللي حصل ضرب لمحتجين فيديو يثير ضجة في قلب اسرائيل شوفوا حضراتكم بقى الفيديو ده شوفوا حضراتكم الديمقراطية الاسرائيلية المزعومة زابط شرطة في وسط عشرات من زباط الشرطة وهو بيعتدي على احد عناصر طيفة الحرديم شوفوا منظره عمل ازاي شوفت المنظر شوفت الديمقراطية المزعومة شوفت حضراتكم حرية الرأي والتعبير شوفت التوحش الحقيقي اللي في قلب الكيان الاسرائيلي اللي بيفضح ممارسات الكيان الاسرائيلي في مواجهة عناصر الطوائف المختلفة شوفت البشاعة تخيلوا حضراتكم لما بيتعاملوا مع بعضيهم بهذه الطريقة عن طريق الشرطة يبقى بيتعاملوا ازاي مع الشعب الفلسطيني آدي كمان ظابت تاني اتورت في عملية الضرب عشان تتأكدوا حضراتكم ان العالم دي تلاع علاقة لها بالديمقراطية وآدي ظابت تالت اتدخل كمان بما يؤكد ان الجميع كان واخد أردر واحد وليس ادل على ذلك مما نشرت وسائل الاعلام لما قالت ان الظابت قال هناك موافقة وجه في الفيديو فعلا هناك موافقة آدي حضراتكم الفيديو ده عشان تعرفوا ماذا يحدث عشان تعرفوا حضراتكم ماذا يحدث في قلب الكيان الاسرائيلي هيا دي الديمقراطية بتاعتهم نفس الديمقراطية دي شفناها ورصدناها في قلب فرنسا لما اعتدى رجال الشرطة على المتظاهرين بطريقة غير مسبوقة لدرجة انه هما ضربوهم بالهروات وضربوهم بالقنابل المسيلة للدموع حدث ذلك في نفس التوقيت ايضا في قلب ألمانيا في قلب لندن في قلب كل جامعات الولايات المتحدة الامريكية ويقولك ها ديمقراطية طبعا دية كانت فضيحة شوفوا الفضيحة التانية الرئيس الارلندي مايكل هيجنز اثناء حضوره قمة الامم المتحدة للمستقبل في قلب نيويورك اتهم اسرائيل باعتراض رسالة تهنئة ارسالها للرئيس الايراني مسعود بزيشكيان عقب فوز في الانتخابات الاخيرة بعت رسالة زي نظام رسالة اس ام اس كده من التليفون الخاص بتاعه اللي محمي جدا وجب ان الكيان الاسرائيلي اعترض الرسالة دي تلتقطها لانه كان بيتجسس على تليفون الرئيس الارلندي بيقول فيها ايه كل الرسالة اللي بتتبعت طبعا للرئيس الايراني مراقبة خاصة من الكيان الاسرائيلي جاء في الرسالة التي بعثها الى مسعود بزيشكيان يوم 11 سبعة الماضي اني مبروك مستر بريزيدنت احنا واسقين كل السقة ان ايران ستلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار في قلب منطقة الشرق الاوسط والتعاون وحل النزاعات سلميا الراجل واسق في قدرات ايران ان هي هتساعد في نشر الاستقرار والسلام في قلب منطقة الشرق الاوسط الراجل بيؤكد على اهمية الدور الايراني فرئيس ايرلندا بيقول ايه الرسالة عادية وديت بتؤكد الحاجة الى السلام والدبلوماثية الا ان هذه الرسالة التي تم التقاطها عبر جهزة التجسس الاسرائيلية اثارت ردود فعلة عنيفة باسرائيل بسبب طبيعتها الودية واغفالها الدور الرئيسي لايران في النشاط الخبيث والعنف ضد شعبها وفي جماعة انحاء المنطقة انت ازاي اساسا ما هاجمتش الرئيس الايراني وانت بتقدم له ايه التهنئة ده زكان ايران هي المسؤولة عن الارهاب في قلب منطقة الشرق الاوسط وهي التي تدمر وهي التي تخرب عمركم شفتوا بجاحة اكتر من كده يعني تجسسوا على رئيس ايرلندا جابوا الرسالة بتاعته ثم شنوا حملة هجومية شارسة جدا ضد رئيس ايرلندا انت ليه ما بتهاجمش ايران عاوزين وقاحة اكتر من كده ورغم ذلك سبحان الله لم يتم اخضاع الكيان الاسرائيلي لاي نوع من المحاسبة بنفس التوقيت ده انتفاضة ضد الكيان الاسرائيلي فضيحة ضد الكيان الاسرائيلي المسائل بتتصعد في مواجهة الكيان الاسرائيلي العالم كله بدأ ايضا ينتفض لكن هل انتفاضة العالم دي سوف تسفر عن ثمة نتائج نتمنى ذلك الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوترش حذر من خطر تحويل لبنان الى غزة اخرى وهذا ما يمكن ان يكون كارثة بالنسبة للعالم كله طيب الحمد لله الحمد لله اني بقى عندكم شوية دم تعترفوا بالواقع ان ما يحدث في الجنوب اللبناني وما يحدث في قلب قطاع غزة هيتسبب في كارثة للجميع ان لم يتحرك هذا الجميع وقال الامين العام للأمم المتحدة ما يقلقنا اكثر هو امكانية تصعيد اكثر دراماتيكية لحرب شاملة طبعا قال كمان ان احداث تفجيرات اجست الاتصالات اللاسلكة توضح ان هناك امكانية لتوتر الوضع اكثر مما هو عالية في نفس التوقيت يا حرام فجئنا بان الرئيس الامريكي زعلان جدا ومبتائز جدا وحزين جدا على ذلك الذي يحدث في قلب منطقة الشرق الاوسط لدرجة ان هو اعرب عن قلقه ازاء التوترات في الشرق الاوسط واكد انه يبزل قصارة جهده لتجنب تساع رقعة النزاع قطر الله خيرك يا اخي دع الاعتبار ان امريكا ما بتساهمش في دعم الكيان الاسرائيلي في مواجهة المنطقة كلها بلا استثناء كل واحد بيتاجر على طريقته مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قال ان التكتل التكتل الاوروبي قلق للغاية ازاء التصعيد في لبنان ودعا الى وقفه ووقف عاجل لاطلاق النار في ذات الوقت اللي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعا لوقف فور الاطلاق النار بعدما وصفه بالتصعيد المقلق وحذر الناطق باسم البيت الابيت جون كيربي من ان التصعيد العسكري ليس في مصلحة اسرائيل وحذر الدول مجموعة السبع خلال اجتماع عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وقالت ما من بلد سيربح من تصاعد الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط واصدارة المجموعة دي تبيان قالت فيه ان الافعال وردود الافعال المضادة من شأنها ان تؤدي الى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجر الشرق الاوسط باكمله الى صراع اقليمي اوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن تخيلها طب انتفاضة حتى الصين عن طريق وزير الخارجية الصيني وانجي ايه ندت بشدة بالانتهاكات بعد الغارة الجوية الاسرائيلية وسعة النطاق على الجنوب اللبناني العالم كله بالاستثناء انتفض احنا مبسوطين برضو هارجع واقول تز تي او زد انتفاضة احنا شفناها مرارا وتكرارا كله بدأ يدرك ان الحريق سوف يصل الى اعماق منزله ليه لان اللي بيحصل ده في توترات الكيان الاسرائيلي تبجح اجتاح كل انحاء المنطقة الدنيا كلها بدأت تتوتر التوترات في قلب القاهرة القاهرة بعتت مساعدات عسكرية لدولة الصومال اثيوبيا بدأت تشعل المنطقة في قلب منطقة القرن الافريقي التحركات في كل مكان على قدم وساق الدنيا على وشك النهية اتولع اذا الدول الكبرى ما احترمتش نفسيها وحاولت النهية توقف المهزلة دية الكارسة قادمة رئيس ايرلندا يتهم اسرائيل باعتراض رسالته الى نظيره الايراني في ضيحة والله الخارجية الامريكية نعارض غزوة برية اسرائيليا للبنان برضو طز قلق انطونيا جوترش والمجتمع الدولي من تحول لبنان الى غزة جديدة مجموعة السبع ما من بلل سيربح من التصعيد في الشرق الاوسط سؤال الذي يطرح نفسه يطرهم اد المسؤولية فعلا هل هم هيقدروا يواجه الكيان الاسرائيلي المحتل طبعا الاجابة هنشوفها خلال الايام القادمة بس انا عاوز اقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا ان بالفعل النيران بدأت تقترب من اقدام الجميع ومن ثم حرصا على مصالحهم سوف يسعوا قدما في انهم يسعوا لوقف اطلاق النار ربنا يسطرها